السلام عليكم وعلا بكم آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين وبداية هذه الحلقة نداء عاجل نداء إنساني ومهني وصحفي لفريق إعداد الأستاذ إبراهيم عيسى بداية الحلقة دي عشان حضرتك لأنه أنتوا بقالكوا يومين تلاتة شغالين في اتجاه معين وعملين إعداد جميل جدا للأستاذ إبراهيم الحقيقة عن خطورة الحروب الدينية وأدي إيه حماس وأدي إيه المقاومة وأدي إيه الفلسطينيين ناس وحشين لأن هم بيحاولوا أن هم يحاولوا الحرب الحرب دينية ويكأن الأقصى مش موجود في الدين الإسلامي ويكأن الدفاع عن المقدسات مش موجود في الشريعة الإسلامية ويكأن كل ده يعني لكن تمام حبينا إن إحنا نضيف جهد لجهدك ونسهل عليكم الموضوع أكتر بسم الجهة التانية لأننا حاسك إن أنتم مركزين مع الفلسطينيين أوي فأقولنا إن إحنا يعني دورنا في آخر كلام لا نحاول إن إحنا بقى نجيب لكم رواية من الجهة التانية من إحنا إسرائيل هل يا ترى بيشتغلوا في الحرب الدينية برضو ولا أنتم الشايفين مش متولفين غير على الفلسطينيين فعزيزي رئيس تحرير برنامج إبراهيم عيسى عزيزي فريق إعداد إبراهيم عيسى عزيزي إبراهيم عيسى بحملاتك بنضاراتك بشنباتك بكل اجتهاداتك الصحفية العظيمة وشهادات الزور الأديمة بتاعة صورة يناير الفقرة دي عشانا كهيمة أبو خليل ركز معنا لأنه أنا كنت قبل كده بقولك الأستاذ إبراهيم عيسى لكن بصراحة الموضوع بهوأ منك أوي الكام يوم اللي فاتوا فكرة الحرب الدينية وأن المعركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي معركة دينية ده إبراهيم عيسى بيحاول يقول أن الفلسطينيين الوحشين وحمسه المقاومة بيحاولوا يعملون إلى أن ظهر علينا بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأمس عزيزي رئيس تحرير برنامج عيسى ورعا وقلب معايا ست الكل واكتب ورايا بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلي بيستخدم الحرب الدينية شد سطر وتعالى شوف معايا الخبر ده عشان نشرح لحضرتك كفريق إعداد إبراهيم عيسى الراجل بنيمين نتنياهو ده إزاي بيستحضر الحرب الدينية وإزاي إحنا كمصر في القلب من هذه الحرب الدينية تعالى نشوف مبارح بنيمين نتنياهو قال إيه سنحقق نبوءة إشعياء نتنياهو يصف الحرب على غزة بأنها مواجهة بين أبناء الظلام وأبناء النور عزيزي التنويري الفذ إبراهيم عيسى هنا يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أبناء الظلام وأبناء النور في استحضار للحروب الدينية القميئة التي تكرهها وتنقطها وتتحدث عنها في برنامجك الكريه لو سمحت أستاذ إبراهيم كلمنا عن النبوءة بتاعة إشعياء كلمنا عن الحروب الدينية من وجهة نظر إسرائيلية أرجوك إلحقنا إحنا مش قادرين نلاحق على حلقاتك العظيمة بيولي بن يمين نتنياهو قال بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء أنه سيحقق نبوءة إشعياء في الحرب التي يشنها على قطاع غزة وصفا الفلسطينيين بأنهم أبناء الظلام حسب تعبيره والإسرائيليين بأنهم أبناء النور وفق قوله نكمل الرجل خرج مبارح اتكلم في المجلس الوزاري المصاغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابنت وحدد توقيت الدخول البري لغزة وقال أن الحرب دي ليه هدفين الهدف الأول تصفية حماس من خلال تدمير قدراتها العسكرية والسلطوية والقيام بكل ما يمكن لإعادة المختطفين وبعدين بدأ يكلم الإسرائيليين بخطاب ديني يا أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم أرجوك نتنياهو بيستحضر الحروب الدينية بيقول لهم إيه سنحقق نبوءة إشعياء لن تسمع بعد خرابا في أرضك سنمنح المجد لشعبك سنقاتل معا وسننتصر وأضاف نتنياهو أن الحرب دلوقتي هي بين شر حماس وبين الحرية والتقدم فهم أبناء النور وحماس أبناء الظلام واختتم نتنياهو خطته الدينية العظيمة بأن النور سيهزم الظلام أستاذ إبراهيم سمعت عن نبوءة إشعية قبل كده سمعت عنها هل نبوءة إشعية دي أستاذ إبراهيم اللي فيها الحرب الدينية هي بس بتتكلم عن الحرب بين أبناء النور وأبناء الظلام طب هل نبوءة إشعية دي بتتكلم عن الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين طب هل نبوءة إشعية دي إحنا بعيد عنها الحقيقة لا أستاذ إبراهيم وهنا دورك الوطني الصحفي القدير أن تبحث وتحقق في نبوءة إشعية وتتحدث كما كتبناها على الشاشة الآن أن بنيمين نتنياهو يهدد مصر حكاية صفر إشعية المثير للجدل إيه الحكاية وإيه علاقتنا وليه إحنا موجودين أصلا في النبوءة دي كمصر وتعالوا نشوف النبوءة اللي استشهد بيها بنيمين نتنياهو مبارح أو اتكلم عنها إيه علاقتنا كمصر بيها لأنه مش بس بيكلم حماس مش بس بيكلم الفلسطينيين لكنه بيكلم إبراهيم عيسى ويقول له أرجوك يا هيما اعمل عنها حلقة سفر إشعية أو إشعية هو السفر رقم 12 في الإنجيل وهو يتكون من 66 فصل وأختارهم الفصل التاسع عشر اللي بيتحدث عن مصر وبيذكر أن مصر سيحدث فيها الخراب وسيعم القتل بين الناس سيجف في النيل والزرع ويزداد الفقر وفي النهاية ستتملك مملكة إسرائيل جزء من مصر ليه نتنياهو استخدم السفر ده تحديدا هل بيوجه رسالة للسيسي في ظل التوترات أم بيكلم اليمين الإسرائيلي ولا بيكلم إبراهيم عيسى زي ما احنا بنقول الحيا مش عارف لكن هي حاجة دينية عندهم اسطورة من أساطرهم بيخاطب بيها مين احنا موجودين جوه الموضوع ده كمصر مفروض أن هم بيسيطروا بيعم الخراب والناس بتقتل بعض وكلام كبير كده فأستوز إبراهيم عيسى لو سمحت نورنا احنا بس مجرد يعني قرأنا بعض الحاجات عن الموضوع ده فإلحقنا يا أستوز إبراهيم بعد إذنك بحملاتك وفريق إعدادك قلنا الراجل ده ليه بيستحضر الحرب الدينية هل بيهددنا كمصريين فعلا هل بيهدد مصر ولا هو بيكلم الفلسطينيين هل هم أبناء النور فعلا والفلسطينيين أبناء الظلام أستوز إبراهيم من فضلك شوية مجود زيادة وأنت العقل التنويري الأكبر في مصر الآن أنت منبع التنويرية في مصر الآن أنت يعني الرجل المناهد لكل الحروب الدينية في المنطقة فلماذا تعارض الحرب الدينية الفلسطينية ولا تحدثنا عن الحرب الدينية الإسرائيلية أرجوك يا أستوز إبراهيم إلحقنا أتمنى أن أنت الأسبوع ده تكلمنا عن الموضوع بتاع إشعية ده وتقول لنا نتنياهو كان يقصد نحن ولا هو بس بيتكلم على الفلسطينيين تعالوا نسمع نتنياهو مبارح علينا الآن أن نستجمع قوتنا من أجل هدف واحد الانقضاد والتقدم إلى الأمام من أجل الانتصار ومن منطلق إيماننا بأبدية دولتنا إسرائيل وكما قال إشعياه فنن نسمح بأن تعيش حماس إلى جانبنا ولتكن حدودك مهللة ليه بقول لك لازم أنت اللي تقول لنا يا أستوز إبراهيم لأنه هو رقم 12 في الطورة مش في الإنجيل يعني أنا أردتها وعملت إيرور إنجيل إيه يا جماعة هم يكلم عن نتنياهو على الطورة يعني مش كده ولا إيه فهو مفهوض إن إيش عداد 0 رقم 12 في الطورة الكتاب المقدس بتاع اليهود فالمفترض يعني أن الأستوز إبراهيم يروح يبحث في الطورة ده يعني كانت محاولة تضليل بنعتذر عنها ليه الأستوز إبراهيم عيسى هي الطورة مش الإنجيل يا أستوز إبراهيم الفكرة اللي بنتكلم فيها هنا زي ما قلتلك هل بن يمين نتنياهو استشهد بالقصة دي تحديدا بالرقم ده تحديدا بالنبوعة دي تحديدا عشان بس يقتبس منها حاجة ليه علاقة بفلسطين ولا الصورة أوسع وتذهب أيضا إلى مصر الحياة هنسيب ده ما بين إيدين فريق تحرير الأستاذ إبراهيم يس